السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نقوم بتيل أفران الجميل سوف نقوم بتيل كبير والميني باتيل وكروسون كل هذا بنصف كيلو دقيق وعجينة قطنية وهشة جربوها وان شاء الله تعجبكم وعلي رأيكم الآن سوف نقوم بتعجيني نصف كيلو دقيق نصف معلقة ملح ومعلقة بيكين بودر ومعانا كيس خميرة فورية وهنحط هنا ازازة لبن رايب اللي هي 22 جرام و3 معلق زيت لو مش عندك لبن رايب ممكن تتعمليه كباتين زبادي اللي اتنين بيدوا نفس النتيجة هنقلب هنا المكونات مع بعض بعد كده هنحط في نفس العلبة بتاعت الرايب مية وهنبتدي نزود العجينة واحدة واحدة لحد ما نحس انها خلاص كده اكتفت هنا بعد كده اول ما نحس انها خلاص ابتدت تتعجن معانا هنحط بيض بيضة وهنلمها بعد كده بعد ما نعجنها شوية هنلمها بمعلاقة سامنة شايفين العجينة طريقة ازاي وهنا بتمط هي معانا لشان تعجنت كويس لازم تكون العجينة كده عشان تطلع معاك نجحة ونوع دي ايه كمان هو اللي هنجح معاك العجينة اكتر هنسيبها هنا تخمر والحشو بتاعنا هيكون عبارة عن جبنة ملحة اي نوع جبنة ملحة عندك وتحطي عليها بقدونس او اي حشو انت بتحبيه حطيه ومعايا هنا انا جبنة مثلسات وزاتون انت اي نوع حشو عندك بتحبي تحطيه اي نوع جبن عايزة تحطي شوكولاتة حطي حطي اي حاجة اللي رياحك كله تعمليه اللي انت بتحبي يعمليه هنا طبعا لازم ننظف الرخامة كويس جدا وبعد كده هنبتدي نفرد عليها العجين والجبنة احنا هنا عملناها زي صوابع كده عشان تبقى سهلة معانا في الحشو هنا هنعمل الميني بتي بالجبنة المثلسات اهم حاجة نقفل العجينة كده كويس ونلمها واحنا بنلف نلمها كويس عشان خطر ميبقاش فيها فراغات واحنا لما تيجي تقطعها تلاقي فيها فراغات من جوه هنبتدي نبرم فيها كده ونطولها واحنا بنبرمها نخليها تطول معانا وما تقلقوش الجبنة هتتوزع جوه هتلاقي كل البتي جوه جبنة هنبتدي نقطعها بالشكل ده على حلقات بتي صغيرة هنا هنعمل البتي اللي بالجبنة الملحة هنفرط العجينة بنفس الطريقة وهنحط كمية الجبنة كلها وبرضو هنقفلها بنفس الطريقة أهم حاجة تلمي العجينة معاك وانتي بتبرميها كده تلميها لجوه عشان خاطر ما تبقاش مفرغة زي ما قلنا هنا هنقفل العجينة كويس عشان ما تتفتحش دي مش هنطولها قوي عشان احنا هنعمل منها البتي الكبير فلازم تبقى تخينها شوية هتقسم العجينة دي الكرة دي هتتقسم أربعة بس هنا هنعمل الكرة التالتة هنعملها كروسون هندهنها بالسمنة لازم نعملها دايرة كده وندهنها بالسمنة أو زبدة زي ما تحبي اللي موجود عندك بعد كده هنقطعها مسلسات على تمانية زي ما احنا شايفين كده وهنحشيها برضو ببقية الجبنة المسلسات اللي فضلة معانا العجينة الأخيرة بقى دي هنقسمها ثلاث كور وهنحط هنا معلقتين سكر مع معلقتين الفة وهنقلبهم كويس مع بعض وبعد كده همتدي نحشي بهم العجينة هقولوكم على ثلاث طرق عشان خاطر له في اي يعني دي طريقة ان احنا فردناها خلاص على الآخر وهنستعملها على طول مش هنحتاج ان احنا نبرمها هنلفها كده زي الخيط زي الحبل كده هنبرمها زي الحبل عشان تدي توريقة من جوه هنا فردناها على العريض عادي وبعد كده قفلناها وهنبتدي بقى نبرمها كده وهنبرمها برضو زي الحبل البرمة دي بتديها توريقة حلوة من جوه ودي تالت واحدة معانا هنعملها طفيرة بس وبعد كده هنسيبهم يخمروا في الصينية بعد ما العجينة تتخمر كلها البتيه كله يتخمر ويتضعف حجمه هنجيب صفار بيضة وهنحط عليه معلقتين لبن وهنقلبهم كويس ورشة فانيلي صغيرة عشان الريحة بس بتاعت زفارة البيض وهنحط على وشهم كده السمسم وحبة البركة وده شكلهم بعد ما يتلع من فرن هنا بقى اللهم التلاتة اللي كنت عاملهم بالقرفة هجيب معلقتين معلقة مربة في طبق وهنقلبها كويس وبالفرشة كده هنجيبهم بالمربة وزي ما انتم شايفين كده النتيجة عجينة قطنية وهشة وجميلة جدا والجبنة مليانة فيها من كل حتة فيها هتلاقي فيها جبنة ما تنسوناش باللايك وتعليق والما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها شكرا لكم شكرا